اجتماع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الاجتماع كان بيتناول متابعة سير الأعمال زي ما كانت زاملتي ريهان بتتكلم مسألة متابعة الرئيس المستمرة لكل ما يجري يعني المسألة مش إنه بس يلا بينا نعمل كذا لا في متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات اللي بتتعمل في العاصمة الإدارية الجديدة وخصوصا مدينة الفنون والثقافة فخامة الرئيس ادى توجيه بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية العريقة لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة على نحو يحقق أقصى استفادة من القدرات والإمكانات فائقة التطور اللي بتتمتع بيها هذه المدينة داخل العاصمة الإدارية الجديدة وإنه ده هو اللي هيخلق قيمة كبيرة جدا لهذه المدينة ويعظم من هذه القيم فتصبح المدينة دي واحدة من أهم المنارات وأكثرها تفردا للإبداع الفني والثقافي المصري كل ده طبعا كان بيتم في إطار تقديم عرض عام لمكونات مدينة الفنون والثقافة وخصوصا مكتبة العاصمة واللي بتشمل مجموعة كبيرة جدا من الكتب والمقتنيات شديدة الندرة متحف عواصم مصر وده مهم جدا واللي بيعرض أثار للعواصم المصرية على مدار التاريخ والأزمنة والعصور وما إلى ذلك متحف للعملات وطبعا دار الأوبرا الجديدة اللي معمولة على طراز معماري وهندسي وفني فريد الطاقة الاستيعابية الضخمة لهذه الدار دار الأوبرا الجديدة ومصرحين واحد للدراما مصرحيات وعروض المصرحية والموسيقى مؤهلين جدا لأرقى المعايير الدولية لاستقبال الحفلات والعروض العالمية في يوم قريب جدا قولوا إن شاء الله هتلاقونا في مصر هنا في دار الأوبرا الجديدة في العاصمة الإدارية في العاصمة أو في مدينة الفنون والثقافة هتشوف أكبر وأفخم وأهم عروض بتتعامل في الدنيا تبقى موجودة عندك أنت أقوى بكتير مما أنا وإنت نتصور ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة